ورجعنا لكم وفقرتنا الأخيرة ريمون تادا معانا موضوعات كتير جدا في الفقرة دي حنبدأها بكابتن ريدا سيكا اللي كان ضيف مع الزميل هاني حتحوت اللي برضو من حقه أكيد يستضيف أي حد لكن كان قبلها في حوار صحفي كابتن ريدا سيكا قال فيه تصريحات فيها تجاوز في حق أفراد كتير جدا اتبنى عليها لقاء إعلامي كان فيه تصريحات ممثلة أو أسئلة مشابهة من التصريحات دي كان فيه كلام عن كابتن أحمد بلال كابتن أحمد بلال قيمة عظيمة في النادي الأهلي لاعب قد النادي الأهلي كتير حق أرقام كبيرة وأكيد منتخب مصر كابتن أحمد جوال اللي معتقدش حيرد عن نفسه لأن في الفترة الأخيرة بقى فيه كده ترند حط أحمد بلال في جملة مفيدة عشان خاطر تتشهر هو رد فيما يخص رد قاسي صعب لأ دي صعب احنا صعب نستعرق لرد كابتن أحمد بلال اللي كان في جهانب تاني ولكن لأجيالنا اللي موجودة والكتير اللي ممكن يكون شت ولوللحظة ما بين مقارنة حط نفسه فيها كابتن ريدا سيكا مع كابتن أحمد بلال ولأن بعض الناس ممكن تنسى فما كانش ينفع إحنا هنا ننسى أبدا هنشوف كابتن ريدا سيكا قال إيه ونرجع نرد عايز أعلك على يعني المطش ده كان أحمد بلال بيلعب عليك أنت مدائم من بلال وبلال مدائم منك ليه أولا أنا ما كنتش عايز أتكلم عليه أنا بتتكلمني بتقول لي حصل كذا كذا أو حديث من أحمد بلال قلت لها المفروض هو كان قيم نفسه هو كان اسمه أحمد جوان وبناء على أن هما دولوا لقب أحمد جوان راح فيه نعكم أولا أحمد بلال عكم سنة في ند الهل عشان ما الضموش بس هو فيه موسم منهم كان هداف الدوري كان فيه موسم هداف الدوري بما يرضي الله أعد كم سنة مش عاش تنين ولا تلت سنة طيب وده يبرمز النادي الأهلي وده يتكلم عن نادي الأهلي يتقال عليه هداف الأهلي عادي مين اللي قال كثير انت عادت كم سنة في الزمالك أنا عاد سنتين ونص وتبقى رمز للزمالك هو لا أجرؤ بس بطولات اللي خدتها مع نادي الزمالك هو أخذ البطولات اللي أنا خدتها في نادي الزمالك هو أخذ البطولات اللي أنا خدتها مع نادي الزمالك كابتل رضا سيكا أعتقد حضرتك ما سألتش أو ما تعرفش مين هو أحمد بلال وإحنا حنمشي معاك بالمقارنة اللي انت حطتها حضرتك شفت نفسك رمز على اعتبار بطولاتك مع نادي الزمالك أولا بنشكر فريق إعدادنا شدي صبري وغمري اللي تعبوا جدا عشان يوصلوا لبطولاتك مع نادي الزمالك لأن البحث على السيفي بتاع حضرتك وحضرتك تقدر تتأقم من ده كان صعب شوية نتيجة عدم توفر المعلومات بشكل كبير يعني ولكن اللي يدروا يوصلوا له حضرتك حقاة بطول الدوري وبطول الكاس وبطول الدوري أبطال أفريقيا ده بغض النظر عن مشاركاته والإيجابية في البطولات عشان نوضح بس النقطة دي لأن أنا مثلا بطول الدوري أبطال أفريقيا هل أنت تتذكر أي مباراة لكابتن ريدا سيكا في مشوار نادي الزمالك الأفريقيا لأ حقيقي لأ وعلى سيرة المشاركة الإيجابية كنا بنستعرض مباراة الستة لزميل حتى كابتن ريدا سيكا قاله أنه كان أحد أسباب خسارتها الرئيسية ولكن يعني كابتن ريدا سيكا مسرته شأن يخصه هو اللي قارن مع كابتن أحمد بلال طب بمعيار المقارنة دي كابتن أحمد بلال نقدر نستعرض بطولاته اللي هتكون موجودة معنا كابتن أحمد بلال 18 بطولة مع النادي الأهلي يا كابتن ريدا سيكا 6 بطولات دوري كاز مصر 3 مرات 3 سوبر مصري 3 دوري أبطال أفريقيا 3 سوبر أفريقي وهداف الدوري المصري مسم 2003 غير مسرته الرائعة مع المنتخب اللي برضو فيها أرقامه معدل تهديفي رائع جدا طب هنا يا كابتن ريدا سيكا احنا صعب نقارن بطولات حضرتك بمسيرة كابتن أحمد بلال والله ليس تقليلا منك ولكن لابد أن تقارن الشيء بنظيره أو مسيله هنقارن حضرتك بعدة فوز مرات كابتن أحمد بلال بالدوري هيبقى أكتر من كل بطولاتك طيب بكاس مصر بطولة لوحدها ثلاث مرات فيما يقارن مسيرتك بالكامل دوري أبطال أفريقيا فيما يقارن مسيرتك بالكامل ثلاثة دوري أبطال أفريقيا حضرتك ممكن نتكلم من 2002 فريق الزمالك ما بيحققش بطولة دوري أبطال أفريقيا لاعب في النادي الأهلي مسيرته 18 بطولة حضرتك بتقول أصلي هو خد البطولات اللي أنا خدتها أنا مش عارف إلا لو حضرتك خدت بطولات إحنا ما نعرفش عنها ولا حد يعرف عنها بطولات خاصة بكابتن رضا سيكا لوحده مع نادي الزمالك وصدقني لو عملنا المقارنة دي مع أغلب لعب الأهلي مش هتبقى في صالحك كابتن رضا كل الاحترام لكابتن أحمد بلال ولكن لما حضرتك تحط نفسك في مقارنة نعتقد تبعد عن أسماء مسيرتها زهبية مع النادي الأهلي هو واضح كده إن احنا في عندنا مشكلة في اسم رضا اسم رضا دايما بيطلع بتصرحات مثيرة للجدل فدايما بيحدث عليه القائد ضوء طبعا سبق الكابتن رضا سيكا الكابتن رضا عبد العالو إن كان تاريخ الكابتن رضا عبد العالو كبير سواء في نادي الزمالك أو في نادي الأهلي وبطولاته كبيرة بس أنا عجبني سؤال أو رد الزميل هاني حتحوط لما قاله انت قعد سنتين ونصف في الزمالك فأخذنا معيار عدد السنوات وروحنا لمعيار عدد البطولات سواء عدد البطولات أو عادل سنوات كابتن أحمد بلال من 99 إلى 2005 في النادي الأهلي خرج للتجربة احترافية سم عاد مرة أخرى لنادي الأهلي لكن هو الواضح أن كابتن ريدا سيكا عنده مشكلة تجاه كل ما يخص النادي الأهلي وعنده مشكلة كمان فيه أنه بيلعب في حاجات في التاريخ مش منطقية تعالوا نشوف فيديو آخر لكن تقريبا مرة عليه أكتر من شهر لكابتن ريدا سيكا وبرضه كان بيتحدث عن النادي الأهلي ونرجع نعقب 97 إحنا وصلنا نهاية كاسمة عن نادي الأهلي إحنا كان طريقنا باللعب من يا أحمد بس نادي الأهلي في طريقه كان بيلعب عصم صن وبعد عصم صنطنطة لو تفتكر آه ما قولين طنطة آه ما قولين طنطة آه مش اتحاد عصماء لا أصمصص لا بتقريب طنطة آه ما قولين طنطة نادي الأهلي لعبه في دور 32 كسب لعب نادي أسوأ كنا صنطر تبوه اللي هو الأواخر كسب لعب نادي الاتحاد عصم كده وصل النهائي اتخال اتحاد الكرة كم الدينامين في طريق نحنه تمام النادي الإسماعيل أول مباراة لنا إحنا لعبنا برفقات ده كان فرقة من معروفة المنصورة بوليدنا عبدالعطي فرقة صعبة عز الرجال فرقة صعبة لا لهم أجوم الزمالك بعدها آه آه وليده وكمونة وتامر تامر حميد لا 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 فرقة منفعش كسبناهم وجلنا الزمالك جلنا الزمالك على أرضنا كسبناه رح تسفل لو تفتكروا وجهات النظر من حقك أن تقول متى شاء لكن فكرة أنك تتكلم في تاريخ ومباريات والحقيقة اللقاء ده كان واضح أنه بيسترسل من ورقة مكتوبة بمشوار نادي الأهلي ونادي الإسماعيلي فكان واضح جدا أنه وجهن جاي مركز هيوجه الانتقادات لفين في محاولة أخرى بائسة لفكرة مجاملات النادي الأهلي فلو جينا كمان لتاريخ المباراة دي أولا أول خطأ أن نادي الإسماعيلي ما وجهش في الدور الـ 32 بور فؤاد وأصلا دور الـ 32 كان عبارة عن مجموعات 8 مجموعات كل مجموعة 4 فرق بيسعد أول وتاني كان مجموعة النادي الأهلي بالفعل معه أسماعيلي لكن كان معه أسوان وغزل دميات الجانب الآخر الإسماعيلي مع البلدية والمينيا وعمال المنصورة طبعا كلها كانت فرق في مؤخرة الجدول أو فرق قسم تاني وده طبيعي جدا في كاس مصر في دور الـ 32 مش بور فؤاد يا كابتن رضا وبالمناسبة أن تطلعت تاني بعد البلدية في الوقت النادي الأهلي تصدر فيه المجموعة في دور الـ 16 بالفعل الإسماعيلي لقى المنصورة وبالفعل المنصورة في الوقت ده كان فريق التقيل أو كويس يعني في وسط الجدول في الوقت اللي الأهلي يواجه فيه القروم مش الاتحاد يا كابتن رضا الاتحاد ده كان في المراسبة لكن القروم وقتها كان فات أسبوعين تحديدا عبرات الزمالك وقروم اللي فاز فيها القروم على الزمالك 4-2 بكيوضة محمد عب سلام ومحمد البيضة فكان فريق لا يستهن به في الفترة الزمانية اللي الأهلي بيواجهه ولو هي فكرة قرعة موجهة نادي الزمالك قابل في الدور ده فريق الرماية فلو بتتكلم عن مجملات فأعتقد النادي الأهلي أبعد ما يكون عن فريق واجه فريق الرماية في دور الثمانية الأهلي بالفعل واجه أسوان ولكن براه كانت في أسوان وكانت عارفين طبعا أجواء أسوان وأسواء والنادي الأهلي فاز 3-2 وأسوان في الوقت ده نهى مسابقة الدوري بفارق 7 نقاط عن نادي الإسماعيلي يعني تقريبا ما يعادل مباراتين يعني كان المستوى قريب جدا من نادي الإسماعيلي الأهم أن نادي الإسماعيلي في مواجهة أسوان في الدوري ما قدرش يفوز عليه لا في الإسماعيلي المباراة خلصة 1-1 ولا في أسوان المباراة انتهت لصالح أسوان 2-1 فده فريق أسوان اللي حرج بتستهين به يا كابتن رضا كمان أسوان في دور الستاشر أطح بنادي المؤولين العرب ونادي المؤولين العرب كان بطل أبطال القؤوس الأفريقية فريق لا يستهان به فبالتالي ما ينفعش أحكم على فريق من منطلق نظرتي له الآن وإلا لما نيجي نتكلم عن الترسانة في الستانيات يجي في مخادتنا الترسانة اللي في الدور الثاني لا الترسانة في الستانيات كان الفريق بينافس النادي آله وكان فريق بطل فدايما نتكلم عن الفريق وقت اللي كان قابل فيه البطولة في الدور قبل النهائي الإسماعيلي واجه بور فؤاد اللي حضرتك ذكرت إن الإسماعيلي قابله في الدور الأول فريق بور فؤاد كان دور الثاني كان مش في الدور الممتاز فلما تقابله في الدور قبل النهاء أيهم أصعب أنت بتقابل بور فؤاد ولا الأهل اللي بيقابل الاتحاد السكندري يا كابتن رضا أعتقد لعبت كتير جدا في مباريات مذكورة في التاريخ عشان تحاول تقول إن النادي الأهل بيتم مجاملته حتى في النهائي المباراة اتلعبت العصر بعد طلب نادي الإسماعيلي ذلك وموافقة الكابتن صالح سليم بدرجة إن رئيس نادي الإسماعيلي أهد الكاس لكابتن صالح سليم فرجاء لو عايز تقول وجهة نظر قول ما تشاء لك أنا تتكلم في أحداث وتواريخ أعتقد هيبان جدا إن أنت بتتكلم كلام مست صحيح ومست سليم يا كابتن رضا حقيقة يا أحمد وأحيانا الناس بتقول فلان بيقول كذا عشان يترد عليه فيبقى هو أثار جدل بس يا جماعة لو الإعلامي اللي قاعد مع الضيف صحح له المعلومات بشكل كافي هنا المتلقي مش هيفرق معاه إن خلاص يبقى فيه رد ولكن فيه متلقي قاعد بيرى في الضيف ده مصداقية بما إنه موجود على شاشة بيتفرج أما وإنه الضيف ده بيقول معلومات مغلوطة بيزيف بيها تاريخ وده تزيف للتاريخ بشكل واضح لازم يكون فيه رد لأن فيه ناس ما عصرتش الكلام ده دي مشكلة بنعاني منها سواء في الواقعة بتاعت كابتون أحمد بلال أو الواقعة اللي أحمد شرحها لكو فيما يخص مباراة الكاس أو مسابقة الكاس مش بس عنينا منها الإسبوع ده مع كابتون ريدو سيكا